اختر التعبير الذي يمثل واحد زائد ستة على خط الأعداد قبل أن تقرأ الخيارات مثلوا واحد زائد ستة على خط الأعداد ابدأوا بالرقم واحد ضعوا واحد إلى يمين الصفر هنا ثم أضيفوا ستة أخرى أي تحركوا ستة خطوات إضافية إلى يمين الواحد حتى تصلوا إلى سبعة هذا يعني سبعة إلى يمين الصفر العدد ستة موجود إلى يسار الواحد على خط الأعداد ستة إلى يسار الواحد انظروا إلى خط الأعداد تمثل الجهة اليمنى الأعداد الموجبة واليسرى الأعداد السالبة فإذا تحركتم ستة خطوات إلى اليسار يعني هذا أنكم تطرحون ستة من واحد وهذا خاطئ فعليكم أن تجمعوا ستة العدد ستة موجود إلى يمين الواحد على خط الأعداد هذا هو الخيار الصحيح لأنكم تتحركون ستة خطوات إلى اليمين عندما تجمعون ستة أي أن قيمة العدد تزداد السؤال الثاني اختر التعبير اللفظي الذي يمثل ثلاثة زائد سالب سبعة على خط الأعداد مثلوا عملية الجمع على خط الأعداد ابدأوا من ثلاثة ثم تحركوا سبعة خطوات إلى يسار الثلاثة لأنكم تجمعون سالب سبعة ثلاثة زائد سالب سبعة هي نفسها ثلاثة ناقص سبعة لذا عليكم أن تتحركوا سبعة خطوات إلى يسار الثلاثة انظروا إلى الخيارات الموجودة ابدأ عند الرقم سبعة على خط الأعداد وتحرك ثلاثة خطوات إلى اليسار هذا غير منطقي لأنه عليكم أن تبدأوا عند الثلاثة الخيار الثاني خاطئ أيضا لأنه يبدأ عند سبعة أيضا الخيار الثالث ابدأ عند الرقم ثلاثة على خط الأعداد وتحرك سبعة خطوات إلى اليسار وهذا هو الخيار الصحيح ابدأوا عند الرقم ثلاثة ثم تحركوا سبعة خطوات في اتجاه السالب أي إلى اليسار تذكروا أنه في أي خط أعداد الأعداد السالبة موجودة إلى يسار الصفر والأعداد المجبة إلى يمين الصفر السؤال الثالث اختر التعبير اللفظي الذي يمثل ثلاثة ناقص سالب أربعة على خط الأعداد عندما تطرحون عددا سالبا فإنكم تضيفون عددا موجبا أي أن ثلاثة ناقص سالب أربعة هي نفسها ثلاثة زائد أربعة مثلوا ثلاثة زائد أربعة على خط الأعداد ابدأوا عند ثلاثة ثم تحركوا أربعة خطوات إلى اليمين الخيار الثاني هو الخيار الصحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر